سجلت مملكة البحرين ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا للمرة الثالثة على التوالي حيث يستوجب هذا الارتفاع مزيدا من الالتزام الجاد بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة لخفض أعداد الحالات القائمة الأعداد الكبيرة للحالات القائمة والتي تتصاعد يوما بعد آخر تستوجد من كل شخص وقف جاد وسؤال نفسه عن مدى أولا التزامه بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي في تطبيقها أنا أعتقد هذه النقاط اللي أذكرها الآن نقاط مهمة جدا وحب ذا كل واحد لا سمح الله أصيب بهذا المرض أو كان عرضة أن يكون مخالط لهذا المرض يعني يراجع نفسه فيما سنقوله من النقاط أرجع مرة ثانية التزامه بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي في تطبيقها ثانيا ابتعاده عن التجمعات وخاصة التي تكون خارج طار الأسرة التي تقيم في نفس المسكن ثالثا حرصه على الحصول على التطعيم نؤكد للجميع بأن هذا الاستنتاج مبني على حقائق وأرقام من قبل فرق التتبع للمخالطين وتعكس الواقع الذي نواجهه للمرة الثالثة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا مملكة البحرين تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كوفيد-19 ما يشكل تغييرا غير مسبوق يستلزم منا جميعا في الوقت الراهن زيادة التكاتف المجتمعي والبناء على جميع الجهود الوطنية التي بذلت في سبيل منع واحتواء تفشي الفيروس فهذه الأرقام الصادمة تستوجب الالتزام الجاد بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصحية وتوصيات الفريق الوطني الطبي للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وفي ظل لغة الأرقام الخاصة بفيروس كورونا يتساءل الكثيرون عن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع الملحوظ وتكثر الإشاعات في هذا الصدد الفريق الوطني الطبي أجاب على هذه التساؤلات وفند الشائعات بخصوصها الصرار البعض للأسف على التساهل بالإجراءات الاحترازية وفي نوع من الكبرياء والعند ومواصلة في الإخلال بقرارات فريق البحرين وخصوصا بالتجمعات تعتبر يعني من الأشياء اللي إحنا فعلا ذكرناها الناس ملت من كثير ما تسمح منها ياريت في أشياء ثانية نقدر نقول لكم إيها غيرها لكن هي الواقع وهي أحد الأسباب اللي أدت إلى هذا الزيادة في الانتشار كذلك هذه التجمعات وإحنا لحظناها هذه التجمعات أكبر فئة للأسف معرضة لأخذ هذا الفيروس ونقله هم الفئة من الأطفال القير متطعمين اللي هناك في زيادة ملحوظة في إصابة هؤلاء الأطفال كل هالأرقام تدل على أنه في هذه التبعات لعدم الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية اللي بدينبها مع بداية الجائحة هناك أساس وفي معلومات واضحة جدا عن فيروس كورونا هو مرض يصيب عن طريق فارس كلنا نعرف التعامل معاه وكلنا نعرف إشلوم ممكن نحمي أنفسنا وعوائلنا من الإصابة به المنحة اللي أخذها انتشار فارس لمملكة البحرين كان بسبب التراخي من قبل البعض في الالتزام بهذه الإجراءات اللي ممكن يتقلل من سبب العدوى واللي هي أصول مكافحة العدوى ونقل الفيروسات لأي مرض آخر ممكن يسبب فيروس مشابه لفيروس كورونا معا بتكاتفنا الوطني ومن أجل البحرين نستطيع تجاوز هذه المرحلة عن طريق الإقبال على التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات المعلنة عنها للعودة إلى الحياة الطبيعية بصحة وعافية وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر